اشتركوا في القناة مع الموهبة والمهارة الكوافير يمكن للشخص أن يحقق النتائج مذهلة ويشعر بالثقة والجمال أكثر وأكيد لحتى نتكلم عن هذا الموضوع أكثر مشاهدين الكرام استضفنا هنا في نساماتا كروس وخاصة في ستوديوهاتنا بأربيل الضيف ميشيل عازر مصفف الشعر يشاركنا أيضا بخبراته ونصائحه المميزة في عالم التجميل وأيضا الأناقة أهلا وسهلا فيك شرفتنا في نساماتا كروس يسعد صباحك سيد ميشيل صباحك يا رب الله يخليكي بالبداية أكيد كل قصة شعر بتناسب شكل وجه معين يا ريت تحكي لنا حسب خبرتك يعني مثلا شو هي القصات اللي بتناسب الوجه المستدير أو الوجه المسلث خليني أحكي لك شي هلأ القصات في كتير أنواع قصات في وجوه مدورة في وجوه بتبقى بيضوية في وجوه فكل قصة بتلبق لوجه معين صح في عالم ما بتحب الشعر القصير بس بتشوف على صورة على شي بتحب تجرب الشعر القصير يبقى بدلا ما بيلبق للوجه وهات الشي غلط ممكن بالغرة بالتدريج الشعر بيتغير الوجه يعني السيدات اللي بيجوا لعندك وبيتلبوا مثل ما ذكرت لو إنه ما بيلبالون أنت بتنصحهم ولا لا بتقصي للزبوني بالله أنا واجبي بنصح وأحيانا بكون شوي برك على الموضوع إنه لا ما بيصير بس إذا خلاص هي مقتنعة فهات الشي بيرجع إليه أكيد يعني أنا بعمل اللي علي بصراحة بحاول أدمى فيه إني بععد على الشي لي ما بيلبق له حتى لو هي شايفة شي طيب سيد ميشيل يعني أنت بتعرف بكل سنة بتطلع صيحات جديدة للشعر مية بالمية صحي وخاصة بـ 2023 ما شاء الله عليك أنت مطلع تسريحات جديدة وقصات جديدة برأيك 2024 نحن عم نشوف صرنا عم نلاقي إنه صيحات الأديمة بالتسعينات والسبعينات صارت الناس عم ترجع علي شو رأيك أنت بهذا الموضوع والله المودل الثمانينات الريترو وهي القصص خفيت فترة وهلأ رجعت كثير قويه نعم وإضافة إنه التسريحات البسيطة كمان رجعت بشكل قوي يعني التسريحات البسيطة اللي هي أشتد غرة ناعمة بروش ناعم على الشعر عم يعطي جمال رهيب للعروس يمكن صارت الناس عم ترغب فيه أكتر من الرفع الشعر أو مثلا بيعملوا فوليوم بالتسريحات الغريبة يعني مثل الفينات حتى الرفع يعني لكي فيه شغلات أساسية يعني حتى الرفع فيه عرايس كتير بتحب الرفع وعن جد بتطلع مميزة بالرفع بس نرجع له نفس موضوع القص أنه أنه الوج شو هو بيختار فمو غلط إذا رفعنا بس كان بيلبق لهذا الوج بهاي الفترة عرفت علي؟ بما أنه ذكرت هندرين آخر صيحات القص خلينا نحكي لهذا الموسم شو هي ألوان السبغة الدارجة هلأ؟ ألوان السبغة النحاسي كبر راجعة بشكل أوي كتير ألوان البيج ألوان الشوكولات الشوكولات القوية مو الشوكولات اللي بيجي مثلا على على ريد على عحمر مثلا بيجي على لا الشوكولات رصفة شوكولات الأصل الأوية طب هذا أنه حاسي بيلبق لكل ألوان البشرة يعني عم نشوف الكل عم بيعملوا هل هذا الشي صحيح؟ هو شي بيطلع فيك يعني هو شي بيطلع فيك العالم بتحب تجربه بتحب ت... لا صراحة بيلبق لألوان للبشرات البيضة بشرات البيضة جدا بيلبق لها طيب بما أنه زملتي ذكرت على الموضوع الألوان خاصة للبشرة قبل فترة كانت طالعة ألوان كريزي كالر يمكن أنت صنعت في الألوان المجنونة وكانت درجة كتير لدرجة أنه نصرت بتعمل ألوان غريبة على شعراتها صحيح برأيك ما زالت الألوان كريزي كالر موجودة؟ أو أنتو عم تنصحوا الزباين والعاملات اللي بيجوا لعندك ما يعملوا هيك ألوان لشعراتهم؟ هلا هو ألوان الكريزي كالر هي ألوان مؤقتة يعني دائما أنا قبل ما أشتغل لأي زبونة بشرح للموضوع أنه هو لون مؤقت يعني احتمال أسبوعين ثلاث أسابيع إجباري بدأ يروح لأنه هو لون إضافي لون خفيف كتير بيبقى على الشعر فهي الألوان هي بتنعمل لحتى الشخص يغير شوي لحتى يطلع من الموت تابعه بس مو أكتر بس كلون أساسي تعتمديه لا أكيد لا نعم طيب بما أنه أنت موجود معنا خلي نستغل وجودك معنا ومثل ما شايف هلأ نحن في فصل الصيف وهون بقربيل درجات الحرارة كتير عالية فكيف ممكن أنه نحافظ على تسريحة شعرنا من الصباح للمساء أنه يضل الشعر أنيق و جميل؟ بدنا نلجأ أكتر شيء للكيرلي نلجأ للسيبري يكون قليل طبعاً تعفي السيبري على الحرارة العالية بتحول لرطوبة بصير الشعر يلزق ببعضه فالمفروض أنه كلما كانت التسريحة بسيطة على كيرلي أكتر لحضل أكتر بس البعض بيقولوا ما بعرف مصفيفين الشعر أنه الكيرلي ممكن أنه كترك الكيرلي مثلاً الجهاز الشعر الكيرلي ممكن يحرق الشعر أكتر؟ صحيح وهذه المشكلة عم نقع فيها كتير مع صبايا صغار صبايا جامعة صبايا بيحبوا يطلعوا مرتبين دائماً فبيستعينوا باللي هو أسهل شيء الكيرلي أو الفيرلي بيعمل الشعر هيكي مكسر تكسير فاستعمال اليومي إله هو بالنهاية حرارة أي شيء بيتعرض الشعر لإله بدي يتعب إن كان صبغات إن كان أي شيء بكترته لح يتعب الشعر طيب نصيحتك للشعر اللي حتى ما تحرق بسرعة أو مثلاً تتعب بسرعة وخاصة جزور أنتو شو بتنصحوا النساء أو البنات اللي ندخلني بشكل عام نقول أنه حتى يحافظوا على شعراتهم ما تنحرق أكتر شيء وخاصة حتى ما تصير فراغات أنت بتعرف أنه كترة الشوار وكترة الفير أو بشكل عام حرارة بتأزيل فروة الشعر وأيضاً تقصف الشعر أنتو بشو بتنصحون لحتى ما تتعب الشعر أكتر؟ تشوفي خليني خبرك شيء الصبغة مو فينا نكون من لون أشأر نروح ضغريلا لأحمر نرجع ضغريلا بني فهو بصير التغيير هو عبارة عن سنة أنا بهاي السنة بحب أعمل هاي اللون بحافظ عليه برمم جزور كل شهرين كل ثلاثة شهر بعمل رنساج للطرف بس مو فيني غير من ألوان باردة لألوان دافية يعني من الرماديات غير لأنه حاسي للأحمر فهذا التغيير لح يكون متعب للشعر أكيد واصلاً الشعر ما لح يتقبله لح يصير يحل على الغسل يفضل أنا بالنسبة إلي يفضل أنه تعمل لون قبل ما تعمل أي لون تكون مقتنعة أنه أنا لح يستمر عليه لح يستمر عليه وبس أطلع من هذا اللون لح فوت بيدرجات تانية مثلاً يعني مثلاً من الأشعر بفوت شوية شوية بالبني بعدين بغير أو من البني بفتح شوية شوية للأشعر بيروحوا بيعملوا خالي نقول الصفار للشعر يعني مثلاً سحب اللون صحيح تفتيح إيه فبرأيك السحب اللون أنتو كتار منهم بتتقطع شعراتهم فيها أنتو شو بتعملوا حتى الشعر ما بتتقطع يعني السحب اللون من أخطر الصحبات للجزور والشعر سؤالك كتير حلو بصراحة لأنه هذا الموضوع عن جد جداً ننسئل عنه بالصالون أنه سحب اللون بتعب الشعر قالوا لنا سحب اللون بتعب الشعر وهلأ عملي سيرش على أي موقع تواصل بتلاقي سحب اللون بتعب الشعر سحب اللون للشعر الطبيعي إذا شخص بروفيشنال عم يشتغل بمواد بروفيشنال مستحيل يتعب الشعر إذا الشعر بالأساس تعبان وناشف حتى لو كان طبيعي إذا تتعمل ألوان البلاتينيات إجباري لح يتعب الشعر فهي هنا شغلة الكوفير هو لح يعرف إنه هاد الشعر بتعب هاد الشعر ما لح يتعب بالتفتيح ونفس الوقت في عالم بتبقى صابغة وحابة تجي مثلاً ضغري تفتح للأبيض ده هاي المعلومة غلط طيب بمأنه نحن تحكي عن ألوان البلاتينيات هلأ أغلب الصبايا اللي بفتحوا لون شعرهم مثلاً إذا بنقول الشعرهم غامئ فيهم يحطوا زيوت ويعتنوا بشعرهم أما الشعرهم بلاتيني ما فيهم يحطوا زيوت لأنه بيغماء يعني بيروح اللون الأشعر الحلو أو البلاتيني طيب شو هو البديل حتى يحتفظوا بجمال شعرهم شوفي الشركات عندك شركات كتير عندك شركات كتير كل ياتها بروفيشنال عم تصنع لك مواد وأخصائيين عم تصنع لك مواد خصوصي للشعر الأشعر ما فيني أجي أستبدله بزيت كانوا عبوا لي لأنينة زيتوا أعطوني إياها كل صراحة عرفتي كيف فموضوع الزيت الطبيعي للشعر الطبيعي الأسود هو أنا بالنسبة إلي هو أفضل شي بس الشعر الشعر هي شعر رفيعة يعني حجم أدنص حجم الشعر السوداء تماما فتجي أنت تحطي له الزيت الطبيعي الزيت الطبيعي هو حامي صح؟ ملح يكون بارد على الشعر يأزي أكتر مئة بالمئة فلحتاج الشعره صارت جدا طريقة وتتعرض للمط وبعد السبايا عندهم نهوس كمان بالشعر بلاتيني يعني بيصيروا كل أسبوع بيعملوا بالباترينساج كمان هذا الشيء ما إلو ضرر؟ كشامبويات سيلفر لا ما إلو ضرر كشامبويات سيلفر هو اسمه شامبو سيلفر بس الفكرة أنه اللي بدأ تعمل الأشقر دا تكون عرفانا شو هو هذا اللون يعني الأشقر بدأ ترميم دائما وعناية دائما مرسي تتركي الجزر يطلع كتير يعني يطول صحيح فبس يطول هو اللي حيصير أورادي مشكلة عندك صار لأنه صار بدأ رجع تفتيح صحيح نية بالمئة طيب سيد ميشيل نحن بنعرف بأوروبا أو خارج وشرق الأوسط خيلا نقول في تدريس خاص لخلال سنتين ثلاثة مثل الجامعات يعني خيلا نقول هي دراسة الكوافير دراسة الميكا بشكل عام خيلا نقول برأيك لو بتصير كمان بإقليم أو مثلا بشرق الأوسط بشكل عام خاصة بالعراق من كتر ما بيحبوا تصفيف الشعر والعناية بالشعر أيضا لو يكون في دورات خاصة بتضل سنين سنتين ثلاثة ما بيكون أحسن مثلا واحد ما عنده خبرة فجأة لأجا على الشعر وتعلم بخلال مهنة ما بيكون أحسن مثلا تتعلم كل شيء كل شيء بتدريسي دراسة شوفي هلا أنت لديه أنه في شهادة لازم تكون موجودة صحيح هاي الشهادة الموجودة صدقيني أول نص الدورات اللي بيتعلمها بفهموه هي شو الشعرة إني تخيلي ما بيعلموا لا على المواد لا على كيف يقص لا على كيف يعمل مثل الدكتور يعني مية بالمية فأنت إذا فهمت شو الشعرة وفهمت كيف تتعاملي معها صفها صفها أي مبتدأ بيقدر يعمل لك لون حلو بيقدر يخلي لك الشعر نظيف لهو نحن مجالنا هو عبارة عن ترتيب وأناقف حتى النصائح كمان فيكن تعطون بهيك طريقة للزبعين للأسف يعني للأسف في نسبة كبيرة من الكوفيرية بتشتغل بمبدأ هي شايفته وبتعيده بس أحيانا بتنحط بمواقف الشعر بيتعب ما بتلاقي طريقة لأنه ترجع الشعر طبيعي حلو وهذا الشي نحن ما مفضله يعني ما مفضل أنه ما نصبغ على أنه نأزي الشعره طيب ميشيل شو رأيك بموضة الباروكات الدرجة؟ يعني هلأ أغلب الصبايل ما بيحبوا أنه نيسحبوا لون شعرهم أو بيحبوا يغيروا قصات كتير منشوفهم عم بيغيروا كتير باروكات أشكال وألوان هل هذا الشي يعني بيفيد الشعر بيضره بيأزي على مدى طويل أو ممكن عادي مثلا خلال فصل الصيف؟ أي شي بيجي على الشعر أنا بالنسبة إلي أي شي بيجي على الشعر هو لحيكون تقل على الشعر فهو هذا حل بديل نحن العطول الأكستنشن إن كان كوكيز إن كان بيروك إن كان أي شي هو هذا حل بديل ما هو حل أساسي فهي إذا حب تتغير فترة مؤقتة لكن صار رموضة كتير يعني صار رموضة لأنه بصراحة أغلب العالم حب إلوان فاتحة وبتجي لتجرب ما بيزوت معه فبتستعمل هذا الحل لهو هذا الحل أصلا كامش الشعر وشاده يعني أنت بالنهاية حل صلحتي مظهر ما صلحتي شعره عم بدور فروت الرأس يعني مئة بالمئة طيب بما أنكم جبتوا سيرة الباروكات أو سيرة الإكستنشن في كتار منهم بيلتجوا للكوافير بيلتجوا للصالونات أكثر ما بيلتجوا للدكاترة خيلا نقول لعناية بالجلد أو للفروت الرأس برأيك يعني لما بيلتجوا لكم لتكون طريقة أسهل وأسرع لحتى يكون مثلا شعر فوليوم أو مثلا شعر تحط لهم مثلا ماسكات الزيوت وكذا هيك قصص برأيك أنتو شو بتنصح الزباين لحتى مثلا ما يقزوا شعراتهم بالإكستنشن بالشعرات اللي تكون خفيفة بيعملوها فوليوم بطريقة أخرى بدلا من العلاج الله بصراحة جدا ما بسطع على أسئلتك لأنه تعافي شو مئة بالمئة مئة بالمئة هذا الموضوع جدا عم يكون متعب بصراحة شوفي نحن كأخصائيين بموضوع تجميل الشعر أنا بجمل الشعر أو بصلح الشعر بس أنا داخل فروة الرأس هذا الشي صار طبي احتمال يكون نقص فيتامين احتمال يكون ستريس زي تكونوا مجبورين كذا كاترة تقومون تنصح الزباين مئة بالمئة بالمئة بالمفروض تعمل تحليل المفروض تتأكد شو هو الشي اللي عم يخلي شعره يتساقط أنا وظيفتي أني بقدر مثلا أعطيها برودوي أو أي شيء مادة مثلا تسكر له بصيلة الشعر لحتى تضل الشعر قوية بس ما فيني ما فيني أكتر من الشعر بالنهاية هذا الشي طبي صفها واللي بتستعمل اكستنشن وبيهر شعره من الاكستنشن ففروة رأسك بتبقى هي حساسة نعمة ما في تحملها وزن أكتر من طاقتها ورجع بقلك هذا الشي علاج مظهر وعلاج المظهر عطول إليه مثل بس تصغي شعرك يعني هيك ستكون طريقة أسرع ولكن بتأذي أكتر بتأذي أكتر مئة بالمئة يعني أنا عم عالج المظهر طبع الشعره بس ما عم بعالج الشعره نفسه طيب حكينا عن الشعر الأصير والشعر الكيرلي خلينا نحكي عن الشعر الطويل شو هي مثلا أجمل تسريحات للسيدات العاملات بشكل يومي وشعرهم طويل أنا شخصيا هلا أولا بترجع لحسب الوجه متل ما حكينا بالبداية كل وجه إله شكل وتسريحته أنا بفضل بعطوله بصراحة شيء كتير سامبل يعني ويفي هيك عريض نازل بيطلع كتير أنيق أو إذا حبيت مثلا يكون مرفوع عن وجه بينربط لورا مع خصلة غرة مثلا تنزل كمان بيكون كتير ناعم وحلو طبعا حسب طبيعة الشغل وحسب هي شو بتفضل طيب سيد ميشيل في بعض الأجهزة طالعة خاصة بالصالونات كترة هيك أجهزة خاصة تكنولوجيا أنه ساعدتكم كتير حتى تلاقوا حل لمشكلة الجزور مشكلة الشعر لحتى تكون أسرع أكتر للزبنة هذا الجهاز فيه كاميرا بيطلع مثلا جزور إذا هي تعبانة وإذا هي أنتوا قديش ساعدتكم هيك تكنولوجيا لحتى توصلوا لطريقة أسرع صحيح هي عم تفرجينا فروة الرأس شو التراكمات اللي عليها تراكمات من الأصباغ تراكمات من القشرة مثلا في عالم بتلك بس تصبغ شعرها بتلك ما عندي حساسية من الصبغة فهذا الجهاز هو كتير ساعدنا يعني نحنا برجع بلك نحنا عم نشتغل على الشعر من الخارج أي شي ضرر داخلي حتى هذا الجهاز كتير ساعدنا بهاي لصة إنه قدرنا نعرف فروة الرأس شو فيها حتى هي بيشتغل للشعر إذا بدنا يعني منشوف الشعر إذا تعبانة ما أنا تعبانة بتتحمل ساحب لون مثلا لتغير اللون طيب السيدات المثل ما ذكرت عندهم حساسية من كتر السبغة وفي منهم مثلا مضطرين لأنه عندهم مشكلة الشاب مضطرين إنهم يسبغوا شو بتنصحهم؟ في أمبولات خصوصي لهذا الشي وبالنهاية شوفيك في كتير أنواع صبغات بالسوق في صبغات بروفشيونال بتبقى مخصصة نسبة الأمونيا كفية كتير قليلة مخصصة لهذه الأشخاص يعني اللي عنده حساسية عالية بس أحيانا للشعر البلاتيني أو الفاتحة متكون اللي فيه نسبة أمونيا خفيفة ما عم بيجي اللون تمام مئة بالمئة اللي عنده وضع حساسية أو اللي فروة راسة جدا حساسة المفروض قد ما فيها تباعد عن هاي الألوان وبالنسبة يعني اللي بيعانوا من مشكلة الشاب شو الألوان اللي بتنصحهم إنه يداوموا عليها؟ الألوان الغامقة أو الفاتحة؟ هلأ إذا الشاب بشكل كبير شوفي أنا خبرتك موضوع إنه إنه التغيير ما لازم يكون غير كل سنة مرة ومع هذا التغيير هي بترمم ترمم جزور أو شي فإذا الشاب بكمية كبيرة ممكن تعمل لو لايت أو براش لايت مثلا يعني خاصة لكثير كثير كثير نعمل هوي البلاتيني أو القاش بيندمج مع الشعر بشكل حلو حلو جدا بما أنكم حكيتوا عصبغات غاليا أنا أحكي على الحنة أنا من الأشخاص اللي بيستخدم الحنة بتحبي الحنة كثير يعني كثير باش الحنة وبتعطيني كمان أيضا طاقة لشعري ولكن ما بتلاحظ أنت كاكوافير الناس مثلا صار تستخدم الحنة بكترة فبيجوا بعدها بيغيروا للصبغ برأيك يعني أنه هذا الشي بيأزي الشعر أو لا شو بيعطي نتيجة للشعر بيعطيك السلبية أو إيجابية في كثير منهم مثلا بخلال شهر بيجوا من الحنة يسحبوها لبلاتيني يعني صح فهذا الشي بينقلب من اللون الحنة إلى لون النحاسي صحيح مئة بالمئة شوفي ما في شخص بيشبه الثاني أنا هيك عطولي بقول لون وما في شعر بيشبه الثاني صدقيني يعني فيه أنواع شعر بتحطيه لحنة بتعطيكي لمعة بتعطيكي بتحسي الشعر صار فيه روح بس فيه أنواع شعر أنا شايفه كثير بتحط حنة بعد خمس ستة شهر بتلاقي الشعر بهت ونشاف وصار يكمش ببعضه مو مشكلة الحنة مشكلة الشخص نفسه طبيعة شعره اختار أنه يحط حنة على شعره وهو ما بيعرف عن هذا الموضوع واللي بدأت تحط حنة بدأت تقطنع أنه أنا عايزة حطيت حنة المعت فيني مثلا حب غير يعني الحنة معروفة أنه أد ما جربتي تسحبي هي الحنة مواد طبيعية ترابية زيوت فأد ما جربتي تسحبي من الحنة الشعر رح يضرر النتيجة حلوة ما رح تاخدي وألوان لحظة الغامة يعني يفضل السبغة يفضل أنه إذا هي من النوع اللي بيحب يغير ما تفوت بالحنة أيها بكل صراع طيب السبايا اللي شعرهم فينا نقول رقيقه أنه أصير وهيك خفيف شو ما حطوله بيدل بنقول ملزق على شعر على بعضه أو هيك يعني ما بيكون حيوي وباين فاليوم شو ممكن تنصحهم؟ بتلجأ لطبعا حسب إذا بشرت بيلبق له هذا الموضوع بتلجأ لتعمل لولايت اللولايت شوفي هو أي مواد سحب لون أو تفتيح بتفوت لقلب الشعر الشعر بتحتوي على طبقة زيت خارجية هاي الطبقة لحت تنشف طبعا هي بترجع بعد فترة الصبغة بترجع فهي طبقة زيت لحت تنشف بس تنشف هاي الطبقة لحت تخلي الشعر يصير أقسى شوي أقسى مو تعبان أقسى أنه طبقة زيت راحت منه فإذا عملت لولايت أنا بتخيل إنه الشعر بيضل بيطلع عطيف فوليوم أكتر لح تكون مبسوطة أكتر بشعره طيب الأشخاص اللي عندهم شخصية أو حابين يغيروا قصة شعراتهم بيعطوهم شخصية قوية مثلا طالبين منك هيك قصة؟ باللهي حلو شوفي في أشخاص بتجي ملامحة قوية بتحب بتقس كاري مثلا فأنت بتخاف منهم لا شوفي حلو بيطلع حلو لكن بالنهاية بيرجع كل واحد هو بطبيعة عمله وطبيعة حياته عرفت علي الكاري بيلبأ إذا أشخاص نعمة يعني تفاصيل وجه كتير بيبي وبيلبأ للأشخاص اللي تفاصيل وجه حده عرفت علي؟ حتى لو إذا كان بيبي طلبوا منك قصة قوية مثلا تعطيهم هيك مظهر قوي كمان فيك مثلا تسيطر على هذا الموضوع؟ باللهي أنا شوفي أنا شخصيا بحب الكاري أنا شخصيا الشعر الأصير بحبه بس بحاول إنه الشخص خليه متل ما هو بيشبه حاله يعني إذا هي شخص ناعم لطيف بحاول قصة ما أعطي يعني ما بعمل له مثلا قصة كاري سويدي مثلا مع تشفير قوي لا بفضل إنه تكون مثل ما هي يعني بفضل إنه تكون على براءتها صراحة حلو طيب السباية اللي شعره مجاعد شو هي القصات اللي ممكن تناسبهم؟ اللي شعره مجاعد اللي هو الستريت بصراحة أحلى شيء التطبيق كثير خفيف بس يعطي فوليوم بيطلع كثير حلو طيب السيدات الغير عاملات اللي قاعدين بالمنزل شو بتنصحهم لحتى يعتنوا بشعرهم يكون هيك أنيق وبسيط؟ برجع بإليك إذا الشعر أشأر يبعدوا عن زيوت الطبيعية أنا بالنسبة إلي الزيوت الطبيعية بتشتغل للشعر الطبيعي للشعر المصبوغ مثلا أو الألوان دارك براون بتشتغل بتطلع حلوة ممكن تستعمل زيوتك من الأسبوع مثلا كل أسبوع جلسة واحدة وباليضافة للمسكات اللي هي بدت تكون السائلة مختص بهذا الموضوع عنه إنه أنا مثلا شو بيناسب لشعري؟ شعري زيتي شعري ناشف شعري عرفت علي هيك يعني المفروض بالأسبوع ماسك وزائدان جلسة زيت ما في مشكلة طيب أكتر مشكلة واجهتها بعملك بمهنتك شو هي أكتر مشكلة واجهتها؟ ياريت لو تحكينيها بتفاصيلة بتفاصيلة بصراحة شو فيها؟ يعني عم بيعاني منه كل كوفير في منهم بيفوتوا بمشاكل ما بيدروا يطلعوا منها لحتى مثلا يقدروا يلاقوا لحل لكن نحن مصلحتنا هي عبارة عن نظافة عن تجميل عن أناقة أنا ما فيني فوت بموضوع تغيير مثلا لون لشخص هو ضايج حابا بيعمل لوك جديد هذا الموضوع كتير من واجهه أنه أشخاص بتجي بتطلب ألوان مثلا أو تسريحات حتى بتجي بتطلب شي معاكس تماما لهذا لشكله لوجه لما فيني أجي أنا أمشي معه يعني أنا بكون بصراحة أنا كوفير بروفيشنال بكون عم منزل من خبرتي بس إقبل أني أنا غير لي على لون ما بيلبق له أي شخص اللي حيشوفه اللي حيقول اللون ما حلو صحيح أو اللي يشغل اللون مشغلية بطريقة صح فعندنا مشكلة بسيطة أنه نحاول نقنع وهي أغلب الصلانات تتعرض له بصراحة يالله نعرف نصائحك الأخيرة للصبايا والسيدات بشكل عام اللي عم بيعانوا من تساقط الشعر تساقط الشعر تريح شعره بالدرجة الأولى تريحه من الأصباغ من السشوار كمان ممكن صحيح؟ من السشوار شوفي السشوار بيأثر بس مول هالدرجة اللي العنم بتفكرة ومات سشوار شعره أو تمشت شعره هو بشعره مي وأنا بالنسبة إلي ما بحب تلجأ لصالون قبل ما تلجأ لطبيب بصراحة تعمل تحليل حتى اللي مثلا تعمل أفغل تحليل كمان لا تنسى هذا الموضوع كتير مهم حتى السشوار اللي بيعملوه ثلاث مرات بالإصباء يعني هذا كمان بجوز أو لا لأنه إحنا مثلا خلينا نقول إحنا كموزيعات يعني مثلا إحنا عالطول منها مشاعراتنا كسشوار كفير عالطول إحنا بنرجى هيك مشاكل فإحنا مثلا إذا نعملها ثلاثة يام بالأسبوع كما رح يأزني شوفي كلما زادت سشوارات للشعر كلما لازم تزيد العناية ما فيك يتقصر بحق الشعر يعني هو بالنهاية الشعر ضعيف فأنت سشوارتي كتير تعبتي على الشعر كتير لازم تدليلي أكتر أكيد سيد مصفف الشعر ميشيل عزار كتير استمتعنا واستفدنا من نصائحك الجمالية شكرا جزيلا أنت واجدك معنا شكرا شرفت فيكم شكرا